موسيقى موسيقى مساء الخير احبائي وعزائي مع قناتكم قناة الملكة والامير هربت وتركت ليكم الحجاب اجرأ تعليق لماهر يوسف على هروب امينة الايطالية هروب الايطالية امينة من الفيوم ورجعت لايطاليا فكان تعليق ماهر يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جريء اوي زي كل مرة وهو بيقوله ان هروب الايطالية امينة من جنة الفيوم الى حواري روما التعيسة هربت امينة وتركت جنة المجتمع والاعلام المصاب بالسعار الديني فقد قام الاعلام المصري بتصوير الامر وكأنه فتح لروما وانتصارا للمسلمين في غزوة الفيوم وقال وطبعا كلمة السر في ايه في حجاب امينة وانها اسلمت وهو شعور بالزهو دا ناتج عن النقص وفقدان الثقة بايمانهم قام الاعلام بتصوير الامر وكأن الايطاليين واقفين على ابواب الصفارة المصرية عشان يخشوا في الدين الاسلامي افواجا والتمتع بالمجتمع المصري المتدين بطبعا وهربت امينة وتركت لكم الدين الاسلامي وتركت الحجاب وتركت الفيوم فماذا انتم فاعلون؟ والكاتب مهر يوسف هاجم الجمهور اللي استمد قوة ايمانه من اعتناق ايضا المزيع الكويتي محمد المؤمن المسيحية واعتناق امينة الايطالية بالاسلام وقال ان امينة الايطالية اللي اعتنقت الاسلام ومحمد المؤمن الاعلامي الكويتي اللامع اللي اعتنق المسيحية عندما تستمد قوة ايمانك من اعتناق شخص ما لديانتك فايمانك باطل ليه؟ لان الايمان المبني على العواطف وليس عن العقل هو ايمان باطل وبيقول كمان ليكن الدين امر شخصي يخص صاحبه بعيدا عن هرتلات الاعلام والدلويش بينما التهديل بقتل الشخص اللي يطرق دينه فهو ما يشبه ما تقوم به عصابات المبيع من قتل من يخرج عنها الحقيقة كلام جريء جدا جدا وكلام كله فيه نوع من المصدقية لكن مش معنى كده ان حد يقدر يفرقنا او يعمل تفرقة بين الاخوة المسيحيين والمسلمين لان احنا بقالنا الاف السنين اخوات الاف السنين بنحب بعض الاف السنين يد واحدة ودخلنا في حروب يدا بيد ودمنا سال مع بعضنا دم المسلم مع المسيحي والمسيحي مع المسلم وتحيا مصر وتحيا مصر وهنتكلم بموضوع الاختة حنان ترك اللي حرمت الحاجة الساعة الشويبس على اساس انها بضعة وهرتقة وهكمل لكم الفيديو بس ما تنساش تشترك في قناتكم قناة الملكة والامير اللي هي بدونكم ما تكونش اي حاجة قناة الملكة والامير بجمهورها ومحبيها لم تكن شيئا الملكة هي العذرة وماري جرجس الامير شكرا لكم يا حبائي وعزائي وهنكلمكم برضو عن موضوع تاني الناس اللي مصورة القديس على كأنه عنطر ابن شداد والاستهزاء بصور القديسين وموضيع تانية كتير 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 تابعني وأتعرف حاجات كتيرة وأتعرف دنيا ومدى الاستهزاء بالقدسين وسواء كانت ناس متغفلة عن الامر ولكن انا عارف ان انا بيكم هنكبر وهنوصل مع بعضيكم شكرا لكم احبائي وعزائي ولكم من كل الحب والتغطير وسلام الرب يكون معكم امين وهنكمل موضوع بسها الخير احبائي وعزائي وكل عام انتم بخير وكل سنو انتم طيبين بمناسبة الكريسماس هابين يو كريسماس الجنان وصل لاقصى الحدود حنان ترك بفتوة جديدة الشويبس حرام واحدى المتابعين ترد عليها بالدليل وصل الجنون الى حنان ترك بفتوة جديدة ظهرت الفنانة حنان ترك بفتوة جديدة وهي تحريمة شورب الشويبس جولد وقالت من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل اجتماعي فيسبوك من شوية كنت بشرب شويبس جولد فدخلت في السر اجيب صورة لي انزلها وعليها كوميك عن قد ايه انا بحبه بشربه كل يوم فجأة ظهل في السر شويبس جولد حرام ام حلال طبعا تنحيت هو ممكن يكون حرام ليه او تنحت بتقول تنحت هو حرام ليه دخلت اقريت عنه اكتشفت ان فيه تكوينه حاجة اسمه حشيشة الدينار وده نبات بيدخل فيه تخمير البيرة وفيه جزء بسيط من التقدير واضافت وابتكرت حديث رسول النبي الاسلام وسلم ما اسكر كثيره فيه قليل وحرام يعني الحاجة اللي بتسكر لو شربنا منها كثير فهي حرام حتى لو شربنا منها جزء صغير وما اسكرناش وهنا تحضر جملة الشهيرة ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيسيبوا تسعة عشار الحلال مخافة الوقوع بالحرام فما بالك فيه شك يبقى تركت اولى واتهى وقبت وقلت سبحان الله كنت داخل اكتب بوست حلو عنه ويمكن كان هيشجع نال كتير انها تشربه فجأة قررت ابطله واحذر الناس منه بكلمة ربنا قدر ان عيني توقع عليها فردت عليها احدى المتابعين حنان اغا قائلة كلام غلط والله اتنين وسبعين في المية البيرة جاء في المعجم الوسيط حشيشة الدينار نبات معمر من فصيلة القنبيت ينبت في الشرق ويزرع في اوروبا وحيث تشتمل مخاريط ازهاره في تعطير الجعع اه وهذا واحد لا يعني الحكم بحرمتها فهي نبات معروف من قديم ويؤكل قال ابن سيدة في المحكم والمحيط الاعظم انجل بقاله بالشام نحو الهليون وكل مسلوق اه ثم لو فرد انها مسكرة او مخدرة ودخلت في صناع دواء او غذاء ويزرع في ادوية او في اوروبا حيث تشتمل مخاريط ازهاره في تعطير الان الجعع اه وهذا واحد لا يعني الحكم بحرمتها فهي نبات معروف من قديم وبنكله قال ابن سيدة ان بقاله بالشام نحو الهليون وكل مسلوق اه ثم لو فرد انها مسكرة او مخدرة ودخلت في صناع الدواء او غداء بالنسبة ضئيلة مستهلكة لا يظهر اثرها او استحالت اثناء التصنيع الى مادة اخرى تحولت يعني الى مادة اخرى غير مسكرة فعندي ايجن لاحرج في التناول ايجن الدواء او الغذاء وراجعي في الفتوى من شوية كنت بشرب شوهرس جلب ده الاختة حنان ترك اللي خلاص مخاء ضرب وبع جرع الاخر حاجة غريبة وحاجة غير عادية حنان ترك خلاص توجلت ودماغها طارد وما بقاش عندها غير الفضة ووجع الدماغ واضح ان الهوس تخلها وحاجات غريبة تحريم التهنيع على المساحيين تحريم الكريسمس تحريم الاعياد تحريم المساحيين انهم يكونوا رؤساء تحريم كأن المساحيين دول عبيد اللي جابوها او تقولوا خدمين امها فشوية وتكتب على المحل اللي كانت بتبيع فيها حاجات ممنوع الدخول لغير المسلمين يعني دي خلاص واضح انها غلبت الداعشيين واضح انها غلبت السلفيين واضح ان دماغها حصل لها هوس بنقول لك يا حنان يا طرق اني اتزالت الفن بعد قضيتك وبعد قضايا الاداب اللي كنت فيها الناس اللي بتقول انك انسانة محترمة ده الهام شاين نفسها قالت ان السينما فيها او كلها مش نظيفة يعني لازم بيبقى فيه قبلات واحضان والشخص هو ليس دوجك بنرجوك وبنتوسل اليك بنطلب منك أرجوك خرجينا من دماغك وخرجينا من الفتاوي الرئيبة اللي انت بتعمليها خليك في حالك اذكر ربنا اعملي جامع او مسجد وعودي اخدمي الناس اللي بتصلي بالفلوس اللي انت عملاها دي لاي ناس فؤرة ناس محتاجة ناس اخدمي ربنا اكيد ربنا بدل الشيطان يبتليك بهوس في دماغك ويجيلك خلال عقلي في مخك قربي من ربنا وصلي له يمكن ربنا يفك عنك وعن اذرك اللي بيحصل لك وعن الهوس اللي انت فيه سمحوني ان كنت بتطول بالالفاظ الجرحة دي لكن خلاص الواحد جاب اخره شوية شوية هتيجي تقول لنا الميا اللي نزم الحنفية حرام طب وبعد ما بعد كده هنعمل ايه ولا هتيجي تقول لك اصلي البسي الله حرام اصلي هوس وزي ما الناس بتحرم الجلباب الجلبية اللي تلبسها والاخوان بيساعد يلبسوا الجلباب فوق الربة وانتوا عايزين ايه بالضبط يعني انا مش شاهم عايزين توقعوا بين المصريين وبين بعضهم احنا لما صدقنا بدأنا نتقدم وبنعلق وبنكبر مصر بدأت تقف على رجليها وبدأت يحصد فيها انتعاش انت ارجوكي خليك في حالك بدل ما تخش بموضوع اصدراء الاديان هديكي شايف سمى المصري بتبوس الجسم وبتبوس الدنيا عشان هي كانت متخيلة ان مصر مش هتقرر من ناحيتها اها دخلت السجن وقعدة مع البنت اللي هي بتاعت الادات دي اللي كانت عايزة تضيع بنات مصر مصر قوية بقضاءها مصر قوية بجيشها مصر قوية بالدخلية بتاعتها واحنا كمان كمسيحيين مش هنسمحلك ان توقعي بيننا وبين اخواتنا المسلمين لان احنا اخوات بقالنا الاف السنين مع بعضنا فمين انت ياللي جاي توقعي ما بيننا لأ انا كل اللي انا بقولوا ان احنا احنا فيه ايام مناسبة ودخلين على سنة جديدة وبنطلب من ربنا ان يوقف جنبك ويبعد عنك الهوس والخلل وهترجع علي وتقولي قصلي الصفحة دي مصصبحتي لو مصصبحتك اسالة الاول تبلغ عنها وتقفليها ده انت فنانة كبيرة وليك وضعك وليك بريستيشك رجوكي خليك بحالك خليك في نفسك مش هنتكلم تاني اي فتاوي هتخرج بها جديدة انا عن نفسي مش هسكت وهبتدي اتكلم والمحامين المسيحيين مش هسكتوا اخواتنا برضو المحامين المسلمين مش هسكتوا على ازرائك للاديان وازرائك للمسيح القرآن بيعترب بالساد المسيح وبيعترب بان كان رسول او ان كان نبي او ان كان اي حاجة فهو مولده لمناسبة جميلة والساد المسيح نزل بشر بربنا بسلام وغلى تلاميذه يبشره بدون اي كوة او بدون اي حاجة او بدون يعني شتيمة او اللغاظ وان كان هناك القص بطرس زكريا او زكريا بطرس يعني لم اتذكر اسمه بيحاول ان هو يزيع الفتنة هو بلد اخرى لكن محدش هيوقع ما بيننا لبطرس زكريا ولا حنان ترك ولا اي حد لان المسيحية بتبشر بالسلام بالسلام ميلاد المسيح جئ للسلام جئتوا لا اكمل لا انقضنا كما قال المسيح شكرا لكم احبائي وعزائي ولكم انكم الحب والتغير وسلام الرب يكون معكم امين جمع اشتركوا في القناة